منذ عصور والقطط متاحة لها كل الغابات والسهول والقفار كصندوق فضلات ويست بحاجة لأن تقضي حاجتها بنفس المكان أو بمكان متسخ لكن بعد أن عاشت مع البشر مساحة صندوق فضلاتها تقلصت من السهول والقفار اللي ما لها حد إلى كم صندوق صغير محدود تضطر تستعملهم طول حياتها وفي حال قصرنا بتقديم الصندوق والرمل المناسب لها فعندها قد تمتنع عن استخدامه وتلجأ لقضاء حاجتها خارجه فأنت كمربي لقطط من واجبك البحث عن السبب وإيجاد الحل ومن دونة سنونين هنا ليساعدك في ذلك بشارك معكم أنواع الرمل واللتربوكس اللي جربتهم خلال السنوات الماضية ليسهل لكم اختيار الأنسب لقططكم مع العلم أن تجالب اللتربوكس والرمل متجددة باستمرار في حساب من دونة سنونين في الإستجرام في هذا الفيديو نتطرق لعدة نقاط منها شروط اختيار اللتربوكس للقطط وتقييم بعض الأنواع اللي جربتها شروط اختيار الرمل للقطط وتقييم بعض الأنواع اللي جربتها شروط اختيار مجرفة الرمل واستخدام القطط للمرحاض البشري وأسباب تخلي القطط تقضي حاجتها خارج اللتربوكس وفي الأخير بشارككم طريقة سحرية تخلي الرمل ما يلصق باللتربوكس الآن نجي لشروط اختيار صندوق الفضلات فيه ثلاث شروط أساسية أول شرط أنه يكون واسع المساحة أن يكون مفتوح غير مغلق أن يكون سهل ومتاح دخوله من الأربع جهات لما نجي الموضوع أنه يكون واسع المساحة فأغلب الليتر بوكس المخصصة للقطة تكون مساحتها صغيرة وسعرها مرة مرتفع والقاعدة تقول أن الليتر بوكس من الأفضل أن يكون حجمه ثلاث أضعف القط كأقل تقدير وكلما وسعك المكان أفضل من المهم كذلك أن يكون مفتوح وغير مغلق في أحد الدراسات عرض المجموعة من القطة صندوق فضلات صغير ووسط وكبير كل القطة استخدمت الكبير وتركت الأحجام الأصغر وهذه نتيجة متوقعة جدا كذلك وجدوا أن أحد أسباب قضاء القطة حاجتها خارج الصندوق هو كون الليتر بوكس مغطى لذا إحرص على كون الليتر بوكس واسع ومفتوح ومريح للقطة أيضا من المهم أن يكون سهل ومتاح دخوله من الأربع جهات دخول الليتر بوكس من الأربع جهات مهم لراحة القطة عند قضاء حاجتها لأن القطة تشعر بالتهديد عندما تحاصر كذلك يسهل عليها عملية دفنها لفضلاتها وأنظف للجدار من أثار البول الفضلات إذا كان لديك أكثر من الليتر بوكس فلا تضعهم ملاصقين ببعضهم بل في أماكن متفارقة خلال السنوات الماضية جربت مع سنوني عدد كبير من أنواع الليتر بوكس لما وصلت للنوع الليتر بوكس أقدر أقول عنه الأمثل لكني حبيت أقيم معكم بعض الأنواع صوته وصوره حيث يتضع لكم كيفية تطبيق المعايير اللي ذكرناها وبالتالي تطبقونها على أي نوع الليتر بوكس تختارونه أول الليتر بوكس جربته هو الليتر بوكس رخيص من محلات الحيوانات هذا كان من أوائل الليتر بوكس اللي شريعتهم أول ما بدأت تربية القطة حجمه صغير على قطة بالغة صراحة يعني تقريبا 30 سانتي في 50 سانتي تتخيلون في أحجام أصغر منه يعتمدونها بعض المربين لقطة بالغة ولأكثر من قطة بعد مرة حرام مرة صغير النوع الثاني هو الليتر بوكس نيتشورز ميركو أخذته عشان أحطه في زاوية الغرفة قول ما عارف أهمية شرطه أنه يكون الليتر بوكس من تحت دخوله من الأربع جهات ولحظت أصلا أنسانون يتعبون لما يتفنون فضلاتهم فيه لذا ما أنصح بوه أو بأي الليتر بوكس نفس الفكرة القطة تستخدم الليتر بوكس بشكل يومي ومستمر طوال حياتها من واجبنا نختار أفضل وأريح خيار له نيجي لليتر بوكس الأمثل خلوني أخذكم معي في جولة كيف اكتشفته أثناء تصفحي الإنترنت بحثا عن أفضل ليتر بوكس للقطة صدفت من دونة أجنبية تتكلم كيف أنه أسعار الليتر بوكس زي مخصصة للقطة غالية مقابل جودة وحجم سيئين ونصحت بليتر بوكس من إيكيا تخيلوا بها اللحظة فكرت أنه من جد ليش لازم نختار ليتر بوكس للقطة ليش ما نختار أي شي مناسب ورخيص وإحنا لنخليه أصلا للقطة حتى لو ما كان مصنوع لهذا الغرض وبعدها عرفت فكرة اختيار صناديق التخزين من إيكيا أو غيره واستخدامها كليتر بوكس وهذا التغيير وفر علي مبالغ كبيرة وأسعد قططي بشكل ما تخيلونه واليومكم آتمدها السلبية الوحيدة اللي واجهتني فيه هو أنه بلاستيك فمع الوقت يتخدش ويندمر فأبطر غيره لو أنه ستيل ضد الصداء والتخديش كان بيكون البرفك صدق جبت لهم من إيكيا لتر بوكس زيادة على اللي عندي فجأة حول سرير اللي تر بوكس الأخير هو لتر بوكس ستينل ستيل كلمتني مربي أنها لقت صينية في محلات تجهيزات المطاعم تصلح لتر بوكس وعجبني تفكيرها خارج الصندوق فتوجهت لمحلات ولقيت نفس النوعية وقال للباعة أنها ما تصدي وأخذت أكبر حجم للتجربة معني اللي رددني هو مقاسه وعمقه كان 57 سانتي في 41 سانتي وعمق 10 سانتي يعتبر صغير شوي بس قلت أوكي نجرب بعد أشهر من استخدامه بمختلف أنواع الرمل ما وجدته خيار فعال كليتر بوكس للقطط صراحة بسبب أنه يتخدش ويلسك فيه الرمل باستثناء حبيبات الخشب هي اللي كانت ماشية معه تمام لذا يظل ليتر بوكس بصناديق إيكا الكبيرة هو أمثل خيار جربته إلى العن نجي لشروط اختيار الرمل للقطط مهم أن يكونوا بدون غبار وغير معطر وما يؤذي كفوفهم يعني يدينهم ورجلينهم لما نقول أنه مهم يكونوا بدون غبار وغير معطر أو بدون رائحة السبب أن القطط تمتلك حاسة تشم أقوى بملايين المرات من البشر لذا الرمل اللي فيه غبار كثير أو اللي فيه عطر من أسوأ الأنواع اللي تقدمها القطط فيسبب مشاكل تنفسية وصدرية على المدى القريب والبعيد خاصة تراب المعطر بنكهات الأحماض برتقال وليمون وخوخ ومشمش وفرولة أو نكهات الورود زي اللافندر والروز الدراسات أثبتت أنها من أكثر النكهات إثارة للحساسية الصدرية والجلدية للقطط والإنسان حتى فابتعد عنها قدر الإمكان مع العلم أن هذه النكهات أصلاً ما تخفف رائحة الفضلات بل ينتج عنها رائحة فضلات زائد رائحة عطر التراب وخليط الرائحتين أسوأ من رائحة إحداهما بما ينفر قطك من استخدام الليتربوكس وبالتالي يقضي حاجته خارجة أما عن شرط أنه ما يؤذي كفوفهم فأنه في أنواع رمل حبيباتها تلصك في كفوف القطط بين الأصابع أو يصبغ لون الكفوف أو يجرحها وكل هذا خطر على القطط لو لاحظت أن الرمل اللي تجربه سبب أي نوع من هذه المشاكل غيره النوع أكثر أماناً ونوع أفضل خلال سنوات تربيتي للقطط تجرفت عدد كبير جداً من أنواع الرمل الأغلبية كانوا سيئين للأسف لكن حبيت أقيم معكم بعض الأنواع صوتها وصورة حيث يتضح لكم كيفية تطبيق المعايير اللي ذكرناها وبالتالي تطبقونها على أي نوع رمل الجربون أول نوع هو رمل سانيكات أخذته على توصية أحد المربين وكنت من ذهلة صراحة من رخص صعره لكني كرهت فيه خشونة حبيباته وانكتمت من غباره أول ما فتحته وطبع على يدي أصلاً مادة بيضة يوم اختبرته على الطول رميته هالشركة عمومة تجاربة قديمة معها كلاسية رمل ليندوكات هذا النوع أخذته كتجربة ويليتني ما أخذته فيه غبار كثير وريحة طغية خفيفة التكتل سيئ جداً كان هذا النوع سبب في التهاب عين توشي لذا لا تساهلون باختيار أنواع رمل رخيصة وسيئة أما رمل الكريستال جربت منه عدة أنواع وكلها ما أنصحكم فيها مشكلة الكريستال أنه ما يتكتلو حبيباته خشنة ويتغير لونه للأصفر مع رائحة كريهة بسبب البول رمل الصداقة هو الرمل اللي كنت أتمده المدة طويلة لأنه بدون عطر لكن للأسف فيه غبار ويعتبر من الأنواع الرخيصة كجودة ومع التكتل أحيانا يصير زي العجين ويلصق بالمجرفة بشكل مستفز ما نصحكم فيه إلا لو كنت مرة مضطر والأنواع حولك كلها ما عطرة رمل سينيور قاتو كلاسيكا مرة عجبني لعدة أشهر لأنه بدون أي عطر وبدون غبار وناسب سنونين مشكلته الوحيدة كانت خشونة الحبيبات لكن للأسف بعد مدة من استخدامه خراب وصريع جنفي غبار مدري ليش أنواع الرمل دائما تمقلبني رمل حبيبات الخشب من كاتشور هو أكثر خيار طبيعي لقيته عجبني أنه بدون عطر وأنه إذا استخدموا تنتشي ريحة خشب فلوة بالبيت عكس أنواع الرمل الثاني لكن مشكلتهم كميته قليلة مقابل سعره ومو متوفر بسهولة جربت منه العبوة الزرقة والخضرة ووجدت الخضرة أفضل لكن كلهم كويسين الأنواع الباقي ما جربتها لكن سمعت من بعضها تطبع لون على كثوف القطط والأخرى تعجن فما تحمس تجربها وبقيت على الأخضر رمل حبيبات فول الصوية من كتكات جربت منه بالكربون والأوريجينال الكربون كان جيد من ناحية التكتل والاستخدام والأوريجينال ما عجبني لأن في ريحة جوز هند قوية وما تقبله سنونين كثير لكن اللي يعجبني بحبيبات الصوية أنك تقدر تجرف من الليتر بوكس وعلى الملحاظ على طول بدون قروشة الكياس لأنه يذوب بالماء بس انتبهوا أنه عشانه مصنوع من فول الصوية بعض القطط تأكله أو كذا فإذا كان قطك من النوع اللي ممكن يأكله أو شفته يأكله رغم أنك مثلا في البداية درجته وخلطته مع رمل القديم وكذا ولسه ممستوعب وقتها ما يسلح تستخدمه لأنه ممكن يتكتل ببطنه يسبب له انسدادات ومشاكل خطيرة رمل باتي ماكس أخذت بناءنا على توصية المربين له وعجبتني نعمته وأنه عديم رائحة معنى فيه أنواع مع الطرافة انتبهوا لكن يوم جربته انصدمته قوة ما يلصق باللتر بوكس ومجرفة مرة صعب تنظيفه إذا لصيك وكرحته بعدها رمل كل أندكليم من نفس شركة باتي ماكس بس ما وزهت لي الآن مشكلة أنه يلصق ويعتبر خيار جيد بدون عطر وسويت له تقييم تفصيلي في IGTV بحساب مدونة سنيني بإستجرام نجي الرمل الثاني من قاته هو السيف كنترول فكرة أن لون التكتل يتغير حسب درجة حموضة البول وهذا شي ممتاز لكن صراحة ما شفت أي تغيير بلون التكتلات طوال فترة تجربتي له مدري هل سنونين كلهم نفس لون حموضة البول طول هالمدة أو أنه مجرد تسويق بس بالعموم يعتبر الرمل ممتاز وناعم وغير معطر وبدون غبار وتكتل كويس من الأنواع اللي جربت كذلك هو الرمل الأسترالي تكتله ممتاز لكنه معطر وفيه كمية غبار مهولة جدا شوفوا الفرق بلون يدي العادية ولون اليد اللي مسكت التراب شي روع صراحة حتى ينتعب صدره بسببه ومعد شريته ولا أنصح به أبدا بالعادة ما أثق بأنواع الرمل اللي بالسوبر ماركت صراحة لكن هذا النوع مدحوه شفته بدون عطر فقيت يلا نجربه غباره قليل وتكتله متوسط لكن لاحظت أنه لو طول باللتربوكس تطلع ريحة يمكن السبب أن تكتله ضعيف لكن مشكلتي الأكبر معه أنه يلصق بكفوف سنونيل لذا ما عاد رجعت له وفيه رمل جدا طبيعي لفتني اللي هو يصنع من الورق المعاد تدويره أخذته من شركة كيتي ساند لكيته في مامز وورد وعجبني أنه جدا طبيعي وآمن لو لا قدر الله بلعوه بالغلط أو شي لأنه مجرد ورق ولا فيه المواد الكيميائية اللي تخليه يتكتل فلازم نحط بالنوعيته ما تتكتل جدا عجبني للكتنز واستعملته أول مرة لأحد قطط الإنقاذ الصغار صراحة ما أحبه مرة يمكن استغرب من ملمس أو شي بس أنه استعمله وهنا فيديو يوضح لكم كيف التكتل طبعا الليتر بوكس اللي أستخدمه مصنوع من كرتون عشان يستعملوا يرمى أسوي هذه الفكرة القطط الإنقاذ كتير وحيانا أستعملهم ليتر بوكس عاديات بس عشان ما أكلف على نفسي سلفة التعقيم وكذا يستعملوا يرمى ويجيبوا واحد ثاني نيجي الآخر نوع رمل رح أطرق له في هذا الفيديو وهو رمل دكتور إلسيز هم الألترا والكلاسيك في كثير تقييمات في اليوتيوب تشرح الفرق بينهم لكني لاحظت أن الألترا أنعم بس غباره أكثر يقولون الألترا اللي بالكرتون يجي بدون غبار أما الكلاسيك هو اللي عجبني أكثر لأنه غباره أقل مع النسبة نعمته أقل لكنه ما سبب أي مشاكل سنوني ومن يوم ها هو الرمل اللي يعتمدوا لهم يا رب ما يجي يوم يخرب مدري أنت تشوفوا الفيديو في أي وقت لكن التقييمات هنا كلها قابلة للتعديل والتغيير وبجدد أي تقييم لو استلزم بعدين أغلب تجاربي أطرحها أولا بأول في الإستجرام نجي لشروط اختيار مجرفة الرمل أنها تكون غير بلاستيكية وفتحاتها واسعة وحجمها متناسق مع الليتر بوكس كونها غير بلاستيكية هي الأفضل من تجربتي حتى الآن لأنها سهلة التنظيف وما تتكثر فيها البكتيريا كثرة مثل البلاستيك مهم يكون فتحاتها واسعة بحيث يسهل عليك جرف الفضلات بدون ما تضطر أنك تنخل المجرفة عدة مرات ولقد يسبب تناثر الغبار والروائح أيضا لو كان الليتر بوكس عندك مرة كبيرة وعندك أكثر من قد فمن الأفضل اختيار مجرفة رمل كبيرة عشان تسرع عليك مهمة تنظيف الليتر بوكس خلال السنوات الماضية دخلت في دوامة تجربة عدد كبير من المجارف ما وجدت المجرفة الأفضل إلا مؤخرا وبعدها تمتها تماما زي ما تشوفون تنطبق عليها كل شروط اختيار المجرفة بالنسبة لي تعتبر أفضل مجرفة جربتها حتى الآن وبالمقابل بجانبها مثال على المجارف الرخيصة لنلقاها تباع بكثرة في محلات الحمولات ما أنصح فيهم نجل جزئية استخدام القطط للمرحاض البشري بما أن الله فطر القطط على استخدام التراب والرمل لقضاء حاجتها كما ذكرنا ألا يعتبر منافع لفطرتها أن نجعلها أكثر بشرية بتدريبها على المرحاض الإيجابية الوحيدة لهذا النوع من التدريب هو استغنائك عن الليتر بوكس لكن من يدفع الثمن؟ القطة حيث أنها لن تجني من استخدام المرحاض أي مصلحة بل عناء وفي دراسة من الجمعية الإنسانية للولايات المتحدة استطلعت ورأت أن كثير من من يتبعوا هذا النظام يشتكم رائحة الفضلات العالقة بفراء قططهم بسبب تلامس ذيلهم أو يديهم بماء المرحاض بمحاولة منهم لدفن فضلاتهم كذلك عانى هؤلاء المربين من رائحة البرازي في المرحاض حيث أنه يبقى إلى أن يأتي ما يضغط السيفون وأحيانا تطلب منك تنظيف أكثر وأقرب في دراسة أخرى من نفس الجمعية أثبتت أنه مع استمرار القطة باستخدام المرحاض تبدأ مشاكل سلوكية تظهر لديهم لأنهم فقدوا جزء مهم من سلوكهم الفطري هذا غير التوتر التي تجده القطة لو سقطت في المرحاض بالخطأ والتعب التي تواجهه للتوازن عليه والدقائق التي تنظيها محاولة دفن فضلاتها حول المرحاض بدون جدوى كذلك لو كانت صغيرة السن أو كبيرة السن أو مريضة ستعاني أكثر صحيح أن هناك قطة نادرة قد تستخدم المرحاض أحيانا من باب القافة لكن هذا لا يعني أن نغي من حياتها وجود الليتر بوكس كثير من القطة المدربة تقرر كسر هذا النظام والعودة لقضاء حاجتها على الأرض حتى يضطر صاحبها لعادة حقها الفطري في استخدام التراب أسباب تخلي القطة تقضي حاجتها خارج الليتر بوكس مثل ما ذكرنا أن القطة كانت متاحة لها كل الغابات والسهول والقفار كصندوق فضلات فهي ليست بحاجة لأن تقضي حاجتها بنفس المكان لكن بعد أن عاشت مع البشر مساحة صندوق فضلات يتقلصت من السهول والقفار اللي ما لها حد إلى كم صندوق صغير محدود تطير تستعمل مطل حياتها والأدهى لو كان صندوق واحد فقط ومغلق وضيق وغير نظيف عندها لا نلوم القطة على قضاء حاجتها خارجه مع للم أن القطة نفسها لا تحب ذلك ولا تفعله قصدا أبدا لا تؤبخها ولا تعاقبها على أي سلوك مهما كان خاصة فيما يتعلق بموضوع قضاء الحاجة خارج صندوق الفضلات لأن هذا السلوك يضايق قطتك أكثر مما يضايقك لأن الله فطرها لا دفن فضلاتها فهي لن تمنع نفسها من ممارسة فطرتها الطبيعية إلا لسبب غير طبيعي يعني ما في شيء يسمو أدرب قطة على اللوتربوكس لأن لو ما كان سلوك فطري لما رأينا قطة الشارع تبحث عن أي منطقة ترابية لتقضي حاجتها فيها وتترك الاسفلت وأي مكان آخر في أربع سباب رئيسية تخلي القطة تقضي حاجتها خارج اللوتربوكس تطرقنا لها وللحلول في تدوينة اللوتربوكس من دونة سنونين لكن سنذكرها باختصار هنا أول سبب عندما يعاني القط كلما دخل اللوتربوكس بسبب المرض يبدأ يربط بشكل سلبي بين اللوتربوكس والألم وعندها يقضي حاجته في أماكن مختلفة كل مرة في محاولة غير مجدية منه لتفادي الألم وهي كذلك رسالة منه لك أنه يتألم ويحتاج للمساعدة غالبا الأمراض المتبضة بالإخراج هي التهاب المسالك البولية وهو الأكثر شيوعا مرض السكر التهاب المثانا الديدان والعدوى البكتيرية في الأمعاء والإمساك وغيرها السبب الثاني أسباب نفسية لو كان في منزلك أكثر من قط أو حيوان آخر يشارك القط في السكن فمن الضروري جدا توفير صندوق فضلات على الأقل للقط الواحد زائد واحد إضافي في أماكن متفارقة إذا عندك قطين يسير ثلاث صندوق فضلات إذا كان عندك ثلاثة يسير أربع صندوق وهكذا طبعا مو لكل قادراته في صندوق فضلات كثيرة لكن حاول توفر العدد اللي تقدر عليه حسب ظروفك وحسب ما يناسب قطتك ويمكن يكون أشهر سبب لقضاء القطط حاجتها خارج اللوتربوكس هو طلب التزاوج وهو مو محصور برش البول من قبل ذكور القطط بل يفعلها الذكور والإناث على حد يسوى وإن كان الذكور أكثر الحل ليس بجلب شريك لقطتك فهذا حل مؤقت وإنتج عنه زيادة عدد القطط لديك والتي لا تضمن إيجاد مأوالها مستقبلا والمشكلة ستتكرر وتتكرر كل بضعة أشهر غير المعاناة والتوتر الذي تمر به القطط وقت التزاوج لذا الحل الجذري والأفضل هنا هو عملية التعقيم والإخصاء أيضا من الأسباب هو أن يكون مشكلة بالصندوق سواء حجمه أو مكانه أو عدده أو نظافته مكان اللوتربوكس جدا مهم حاول تختار أكثر مكان ترتاح في قطتك وأكثر مكان تقضي فيه وقتها فأحد أسباب قضاء القطط حاجتها خارج الصندوق هو سوء اختيار مكان اللوتربوكس مثلا في الممرات أو في الحمامات أو في مكان منزوي بعيد أو في الحوش وغيرها لا أحد منا يعجبها أن يكون اللوتربوكس في منتصف المنزل ولكن هذا واجبنا تجاه قططنا فهم فرد من الأسرة كذلك وتهمنا راحتهم لاحظت أيضا أن بعض القطط تمسك نفسها عن الذهاب لقضاء الحاجة لوقت طويل بسبب عدم رغبتها بالذهاب لمكان صندوق الفضلات إما لبعد مسافته أو أن مكانه ممريح لها لذا قد ينتج عن ذلك مشاكل في الإخراج والتبول ومن الخطر استمرار ذلك وأخيرا هناك أسباب روتينية أغلبنا يحب التجديد والتنويع لكن القطط عكسنا في ذلك القطط تكره التغيير غالبا ولا تحب الخروج للتنزوه مقابلة كائنات جديدة ولا حتى تغيير مكان أوعية الماء والطعام ولهم من هذا كله مكان اللوتربوكس تغيير مكان اللوتربوكس يجعل القطط تشعر بالانزعاج وقد يتلخبط من المكان القديم والجديد في أقضي حاجته في المكان القديم أو حتى في غيريك رسالة منه لك ليش تغيير مكان حمامي؟ أحب المكان القديم أكثر لكن هذا ما يعني أننا نمتنع أن نغير لهم شيء أفضل سواء روتين أو تغذية أو اللوتربوكس أو رمل أرجع لتدوينة اللوتربوكس في مدونة سنينية حيث تطرقنا لكيفية تغيير اللوتربوكس بطريقة صحيحة وأفضل نوع رمل طبيعي للقطط تدرون أنه في طريقة سحرية تخلي رمل ما يلصق باللوتربوكس؟ استلهمتها من حساب مربية في الإستجرام وهي أننا ندهن زيت جوز الهند على قاع اللوتربوكس وأطرافه قبل ما نكبر رمل جربتها مرة واحدة للآن ونفعت بس لو طول الرمل أكثر من سبعين ثلاثة ممكن يروح تأثير الزيت ويرجع لصق شوي ما أنصح تستخدمون زيوت أخرى قد ما تكون آمنة للقطط وإن شاء الله تفيدكم هالطريقة لو تعانوا من مشكلة الالتصاق ختاماً لازم نتذكر أنه الكل قط شخصية وكيام مختلف بالتالي تفضيلات مختلفة فقط قد يفضل لتربوكس بحجم معين وتراب معين ومكان معين وقط آخر بذوق مختلف تماماً لذا اختر ما تفضله قطتك وبما فيهم مصلحتهم أولاً وليس ما نفضله نحن وما فيه مصلحتنا فقط لو لم تكن تعرف ماذا تفضل قطتك فأقترح توفير منتجات ذات جودة وأمان سواء صناديق فضلات مختلفة الحجم والشكل ونوع الرمل وحجم الحبيبات والأماكن بحيث تعرف تقريباً من تفضله قطتك وتثبت عليه الباقي حياتها دمتم بخير شكراً للمتابعة